تمكن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من هزيمة الأرجنتيني ليون المس نجم إنتر ميام الأمريكي لكرة القدم في معركة خاصة خلال 2023 وجرى اختيار ديوكوفيتش ولعبة الجنباز الأمريكية سيمون بايلز كأفضل رياضيين لعام 2023 من قبل صحيفة ليكيب الفرنسية ويحل النجم الصربي في 2023 محل ليون المسي الذي نال جائزة أفضل رياضي لعام 2022 وهذه هي المرة الثانية وبعد عامين من الأولى التي يظهر فيها ديوكوفيتش على غلاف الصحيفة الفرنسية بمناسبة التكريم الذي بدأ عام 1975 وبات نوفاك قريبا من الإسباني رفيل نادال الذي فاز بهذا التكريم في أعوام 2010 أو 2013 أو 2017 أو 2019 وفي حالة بايلز فقد تم اختيارها بالفعل كأفضل رياضية في أعوام 2016 أو 2018 أو 2019 بجانب 2023 وقال نوفاك على صفحات ليكيب في ختام عام تميز بألقابه السبعة ثلاثة منها في البطولات الأربع الكبرى والماسترز أريد أن أصبح أفضل وأفضل